موسيقى يستعد معرض الشارق الدولي للكتاب لإصدال ستار على النسخة الثامنة والثلاثين والذي يختتم يوم غد وسط حضور لافت من الجمهور المحب للثقافة والكتاب هنا في معرض الشارق الدولي للكتاب تحتار ماذا تختار من كتب أو ندوات ودلسات فكرية تحضرها نظراً لثراء أجندة فعالياته المتاحة طوال أيام المعرض فقبل أن يزدل الستار على نسخته الثامنة والثلاثين ما زال المعرض يواصل عقد برامجه المتنوعة والتي تستهدف المجتمع بشرائحه المختلفة على مدار أيام المعرض تضمنت التظاهرة الثقافية نحو 1800 فعالية وأكثر من مليون وستمائة عنوان و1874 عارضاً ومشاركاً من مختلف دول العالم بالإضافة إلى عقد جلسات فكرية وحوارية قدمها شخصيات بارزة في سماء المشهد الثقافي والإعلامية والفنية وكذلك الأدبية كما شهد الحدث أكبر حفل توقيع كتاب في العالم وهي بادرة فريدة تضاف إلى سلسلة نجاحات الشارقة الثقافية معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام شهد حضوراً فاعلاً على أجندة الأحداث الثقافية الهامة من معارض ومؤتمرات تؤكد أن الشارقة بحق العاصمة العالمية للكتاب وهو ما جعلها وجهة دائمة للمثقفين والكتاب والمبدعين ولجميع المهتمين بالعمل الثقافية وصناعة النشر محلياً وإقليمياً وعالمياً هيئة الشارقة للكتاب وضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب تحرص في كل دورة على التنسيق مع دور النشر المحلية والعالمية لوضع آلية لتحديد الأسعار للأصدارات والمنشورات بأسعار تكون في متناول الجميع كتاب بالدرهم نعم تجده هنا في ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم إنه معرض الشارقة الدولي للكتاب ففي جميع دوراته يكتشف الزائر العديد من المميزات التي ترسم في رفع مستوى هذا المحفل الثقافي فعندما يبحث الزائر عن كتاب يقتنيه يجد بين أروقته كتباً تباع بدرهم كهذه التي تعرضها جمعية حماية اللغة العربية في دورة معرض الكتاب الثامنة والثلاثين لديها مناسبة جميلة جداً وهي مرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية وهذا هو سبب الرئيس الذي جعلنا نطلق هذه الحملة المشجعة للكتاب بتوفير عرض نأمل أنه لاقص تحسان جمهور معرض الكتاب وهو الكتاب بدرهم سوف تستمر هذه الحملة إلى اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر هيئة الشارقة للكتاب ضمن استراتيجيتها بتنظيم كل دورة تحرص جاهدة على وضع خطة وآلية لتحديد أسعار المجلدات والإصدارات بالاتفاق مع دور النشر المحلية والعالمية خلال أيام المعرض يوجد آلية لموظفين الهيئة موظفين المعرض يقومون بتدقيق على الأسعار في المعرض لضمان أن هذه الأسعار تكون أقل من خارج المعرض هنا في منشورات القاسمي يلقى إقبالا كبيرا من المثقفين والمهتمين والقراء كما أنهم يجدون دوما الإصدارات الكثيرة التي تناسب جميع القراء هذه السنة بالنسبة لي أنا مناسبة نوعا ما بعض الكتب أسعارها التي تناسب الأطفال مناسبة سعرها للأسرة أن الأبي يقدر يشتري لعياله أكثر من كتاب أكثر من قصة وبسعر مناسب معرض الشارقة الدولي للكتاب يراعي جميع فئات المجتمع حيث يضع الأسعار في متناول أيدي الجميع لتمكين الزائر من اقتناء الكتب ونشر ثقافة القراءة والإطلاع إذن الأسعار تناسبت مع زوار المعرض حيث تفاوتت في قيمتها الشرائية لتنال بذلك أعجاب المشترين لأخبار الدار هدى سالم من معرض الشارقة الدولي للكتاب ترجمة نانسي قنقر